بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي سوف نقوم بدرس هذا اللي هو رطبة مقدار الخاص بالسنة الأولى ثانوي إذن فيها درس زائد تطبيقات إذن ننطلق على بركة الله لإيجاد رطبة مقدار عدد تابعوا جيدا ماذا تقول القاعدة يعني نقطة بنقطة أولا نكتب العدد على الشكل العلمي يعني كتابة علمية تابعوا جيدا ثم لاحظ سوف نشرح الكتابة العلمية أولا ما هي الكتابة العلمية نتابع كتابة عدد عشري على الشكل العلمي تعني تعبير عنه على الشكل ماذا ركزوا أبنائي على الشكل A في عشرة قوة N أو ناقص A في عشرة قوة N حيث نتابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي حيث ماذا حيث A عدد عشري هذا العدد العشري يجب أن يكون محصور ما بين ماذا ما بين العشرة والواحد أقل أو يساوي عشرة وأكبر أو يساوي واحد وأن عدد صحيح نسبي ما معنها مثلا هكذا إثنان فاصل مثلا ثلاثة في عشرة قوة مثلا أربعة هذه كتابة علمية أو ماذا هذا العدد لاحظوا هذا العدد الذي يكون هنا يجب أن يكون محصور ما بين الواحد والعشرة هذه بالدرجة الأولى أما هنا في الأس يمكن أن يكون أس سالب بهذه البساطة أما أن يقول مثلا أحدكم هل هذه كتابة علمية مثلا 11.36 مثلا في عشرة قوة مثلا خمسة هل لا يجب علينا أن تكون هكذا واحد فاصل مثلا واحد فاصل مثلا مئة أو ستة وثلاثة لاحظوا جيدا إذن نتابع جيدا أبنائي النقطة بنقطة ثم ننطيق في رطبة مقدار يعني ها هي أمثلة ركزوا أرجوكم المثال الأول عندنا مثلا هذا العدد قال المكتوب إذن كتابة علمية له ما هي هي واحد فاصل ثمانية وعشرون في عشرة قوة ثمانية كيف تتم العملية قال إزا حتى الفاصلة ثمن مراتب نحو اليسار ركزوا الفاصلة في الأصل كانت موجودة هنا هنا في هذا المكان نزحها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني نترك واحد قبل الفاصلة فقط يعني تصبح واحد فاصل ثمانية وعشرون كم أزحنا الفاصلة بثمن مراتب معناها تصبح في عشرة قوة ثمانية يعني لما نأتي إلى هكذا بهذا الاتجاه تصبح عشرة قوة عدد موجب أما الحالة الثانية نتابع جيدا وعلينا أن نترك هنا عدد فقط ليس اثنان يعني هنا نقول مثلا إحدى عشر فاصل لا يمكن نتابع جيدا الآن الحالة الثانية أركزوا في الحالة الثانية لما تكون كتابة أولا سالب والأمر الثاني أنه لاحظوا صفر فاصل صفر 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 هنا أولا ما هي الكتاب العلمي هي ناقص سبعة فاصل خمسة في عشرة قوة ناقص عشرة لماذا؟ لأن سوف أأتي إلى هذه الجهة نقول كم لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهنا عشرة يعني هنا كما أشير باللون الأحمر هنا عشرة كم رجعنا بالفاصلة؟ رجعنا بها عشر مراتب إذن لما نرجع يعني كنت تكون صفر فاصل ونرجع نجعلها عشرة قوة ناقص إذن هكذا أبنائي لهذا الاتجاه عشرة قوة زائد وهكذا عشرة قوة ناقص كم رجعنا عشر مراتب نحو اليمين؟ إذن تابعوا بأيديكم إذا رجعتم هكذا قولوا عشرة قوة ناقص وإذا جئتم هكذا قولوا عشرة قوة زائد بهذه البساطة أبنائي الآن نتابع جيدا ركيزوا إذن عندنا ندور ثم ماذا؟ بعد ما نكتبه كتابة لاحظوا كتابة العدد العشريف إلى كتابة العلمية إلى العدد الصحيح إذن نحن هنا في رتبة مقدار العدد الصحيح الأقرب منه العدد الصحيح ما معنى العدد الصحيح؟ يعني لا توجد الآن الفاصلة يعني نتخلى عن الفاصلة نهائيا ونحتفظ بقوة بقوة عشرة ركزوا هنا أبنائي مثلا ها هي الأمثلة عدة وعددة احتموا نقطة بنقطة أبنائي ركزوا ها هي عندنا أمثلة رتبة مقدار كم؟ 9.2 في عشرة قوة ماذا؟ 12 ما هي رتبته؟ دائما ما هو العدد الأقرب؟ العدد الصحيح الأقرب إلى 9.2 ليس فاصل 7 بما أن هنا فاصل 2 نرجع إلى الأسفل نقول 9 في عشرة قوة 12 يقول أحدكم يا أستاذ وإن كان تسعة فاصل مثلا مثلا بهذه مثلا مثلا فاصل 8 مثلا في عشرة قوة مثلا 12 مقداره يصبح ماذا؟ يصبح 10 الأقرب 10 في عشرة قوة 12 يعني دائما نقرب إلى العدد الصحيح الأقرب نتابع جيدا نقطة بنقطة لاحظوا عندنا كذلك لنعين رتبة المقدار هذا العدد العدد الذي يظهر أمامكم لهو 25120 في 0.00935 نتابع جيدا هنا ما علينا قلنا أولا إلا أن نحسب أو نكتبه على الشكل العلمي نكتب كل حد في الجداء على الشكل العلمي إذا نبدأ في الأول بنتابع لو نلاحظ إلى هذا العدد نبدأ بهذا أين تقع الفاصيلة؟ أركزوا أولا عندنا 5 2 1 أين تقع الفاصيلة في الأول؟ تقع هنا علينا أن نأتي هكذا ماذا تصبح؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني نضع الفاصيلة هنا تصبح ماذا؟ تصبح اثنان فاصل لاحظوا خمسة واحد اثنى عشر في ماذا؟ في عشرة قوة أربعة هذه الكتابة العلمية لهذا الجزء نأتي الآن الكتابة العلمية إلى الجزء الذي موجود فيه هذا نعود إلى هكذا معنى تصبح عشرة قوة ناقص لاحظوا جيدا معنى تتحول إذا قلنا صفر فاصل صفر صفر تسعة خمسة ثلاثة هكذا ثلاثة خمسة الفاصيلة تقع هنا علينا إزاحتها هكذا واحد اثنان ثلاثة ماذا؟ ثلاثة كم رجعنا واحد اثنان ثلاثة في عشرة قوة ناقص ثلاثة أزحناها بهذا الاتجاه نتابع جيدا أبنائي نقطة بنقطة إذا ها قد كتبنا الكتاب العلمية إلى كل من الجداء ها هي أمامكم لاحظوا كيف أصبحت قلنا اثنان فاصل خمسمائة واثنى عشر في عشرة قوة أربعة وتسعة فاصل خمسة وثلاثون في عشرة قوة ناقص ثلاثة لأن هذا ذهبنا هكذا والآخر ذهبنا هكذا هكذا هنا الزائد وهكذا هنا الناقص يعني نقصد بها يعني عشرة قوة ركزوا أبنائي كيف تصبح بعدما كتبنا لاحظوا ندور كلا من العددين العشريين في الكتابتين العلميتين إلى العدد الصحيح الأقرب ما هو العدد الصحيح الأقرب أولا إلى هذا العدد أكيد بما أنه أصغر من الخمسة يصبح تسعة معناه هكذا هذا يحدث وهنا كم لاحظوا ركزوا هنا اثنان فاصل واحد وخمسون معناه تصبح ماذا هنا بما أنه فات يعني من الخمسة يعني فاصل خمسة واحد وخمسون نجعلها ثلاثة ثم ماذا ثم تصبح لاحظوا هنا تسعة في ثلاثة اللي هي سبعة وعشرون إذن تصبح رطبة المقدار ركزوا وعندنا هذا في هذا لاحظوا ماذا يحدث أبنائي إذن تصبح رطبة المقدار كما تلاحظون هذا قلنا في هذا كم يصبح يساوي لنا سبعة وعشرون وهذا في هذا يصبح في عشرة نجمع الأسس أربعة ناقص ثلاثة تساوي لنا سبعة وعشرون نركزوا في ماذا في عشرة قوة واحد نتابع جيدا أبنائي إذن رطبة المقدار هي ماذا هي بما أن هذه إذن تصبح سبعة وعشرون في عشرة بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي إذن ها قد يعني الآن أتمامنا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى مثال أكتب الأعداد التالية على الشكل العلمي ثم أعطي رطبة مقدار هذه الأعداد أولا لو كانت الكتابة مثلا كتابة نتابع لاحظوا نقطة بنقطة أبنائي لو جاءتنا مثلا هكذا ناقص ثمانية فاصل مثلا تسعة في عشرة قوة مثلا خمسة ما هي رطبة المقدار رطبة المقدار هي ناقص تسعة لأنه أقرب عدد صحيح عدد صحيح هو العدد السالب والعدد الموجب في عشرة قوة خمسة لو جاءتنا مثلا هكذا ناقص ثمانية فاصل مثلا ثلاثة في عشرة قوة خمسة كيف تصبح أبنائي تصبح رطبة المقدار يعني لا تساوي في الأصل رطبة المقدار لأنها لا يمكن أن نقول يساوي رطبة المقدار هذا العدد تصبح ناقص ثمانية في عشر قوة خمسة الذي كان فوق الخمسة نجعله إلى الفوق والذي كان تحت نجعله إلى التحت بهذه البساطة الآن قال هنا تمرين قال أكتب العدد التالي على الشكل العلمي الشكل العلمي أكيد معناه نبدأ بالأول اللي هو اثناني واحد وخمسون فاصل ثلاثة لاحظوا الفاصلة أين هي الفاصلة كانت هنا نزحزحها إلى هنا تصبح ماذا تصبح تساوي اثناني فاصل خمسة واحد ثلاثة في عشر كم زحزحت برقمين في عشر قوة اثناني ها هي الكتابة العلمية ثم ماذا ما هي رطبة مقداره نأتي إلى رطبة المقدار إلى هذا العدد رطبة مقدار هذا العدد كم أبنائي هي ثلاثة في عشر قوة اثنان لماذا لأنها لاحظوا فوق هذا العدد فوق الخمسة اللي هو واحد وخمسون إذن ها هي رطبة المقدار المثال الأول نأتي الآن إلى المثال الثاني ما هو المثال الثاني إذن صفر فاصل صفر خمسة وتسعون الكتابة العلمية بما أن الفاصلة تقع هنا ونقوم بجلبها إلى هذا المكان إذن واحد اثنان هنا تضع الفاصلة إذن قلنا لما ننتقل هكذا نقول عشر قوة ناقص كم زحزحت زحزحت بمرتان تصبح تسعة فاصل خمسة في عشرة قوة ناقص اثنان يقول أحدكم لماذا لأنها كانت هنا لاحظوا واحد اثنان زحزحت بمرتان ما هي رطبة المقدار الآن لهذا هنا يمكن أن نجعلها إلى الفوق معناها تصبح ماذا تصبح عشرة في عشرة قوة ناقص اثنان لعنى أن هذا أقرب عدد لهو نقلبها إلى العشرة بكل بساطة أو يمكننا أن نقلبها إلى تسعى لأن هذه السفر خمسة فاصل تسعة نقلبها إلى العشرة هذه رطبة المقدار ناقص الآن إلى المثال الذي جاء بعده لهو السبعة وعشرون فاصل واحد وثلاثون في عشرة قوة ثلاثة أين تقع الفاصلة إذن نزحزحها إلى هنا تصبح ماذا تساوي اثنان فاصل لاحظوا السبعة واحد وثلاثون ركزوا أرجوكم في ماذا كم زحزحت زحزحت بواحد معناها تصبح في عشرة قوة أربعة ركزوا أبنائي لأنها عشرة قوة ثلاثة هذه هي الكتابة العلمية الآن ما هو رطبة المقدار العدد هذا الذي قبل الفاصلة وراء الفاصلة لاحظوا جيدا هو أكبر من الخمسة إذن رطبة المقدار هي ثلاثة في عشرة قوة أربعة بهذه البساطة نأتي الآن كذلك إلى المثال الذي بعده وهو مئة وخمسون في عشرة قوة ماذا ناقص ثلاثة أين تقع الفاصلة لاحظوا ها هي الفاصلة هنا إذن نزحزحها بواحد اثنان ونضحها هنا في هذا المكان ماذا تصبح أبنائي تصبح تساوينا 1.5 في عشرة قوة كم زحزحت كانت هنا زحزحت برقمه في عشرة قوة اثنان في عشرة قوة ناقص ثلاثة تصبح كم تصبح 1.5 في عشرة قوة اثنان ناقص ثلاثة يعني جمع الأسس تصبح 1.5 في عشرة قوة ماذا ناقص واحد الآن ما هي رتبة المقدار الرتبة المقدار هي اثنان في عشرة قوة ناقص واحد بهذه البساطة لأن هذا مقاربه إلى الاثنان الآن بعد ما اكملنا مع هذا الجزء سوف نأتي الآن إلى أعطي رتبة المقدار نتيجة كل الأعداد هنا كذلك علينا أن نحولها أولا إلى الكتابة العلمية نتابع جيدا إذن ها هو العدد أركزوا أبني ها هو العدد نقول تساوي نبدأ بهذا كانت الفاصلة هنا لاحظوا هنا تزحزح إلى هذا العدد تصبح ماذا ثمانية فاصل خمسة واحد سبعة زحزحت برقمين نحو اليمين تصبح في عشرة قوة اثنان لاحظوا كانت قلت نعم كانت في هذا المكان زحزحت برقمين إلى هنا نكتب عشرة قوة اثنان لاحظوا الآن العدد الذي بعده سوف ننتقل إلى هكذا واحد اثنان ثلاثة إلى هنا معنى تصبح في 1.8 في عشرة كم زحزحت بثلاث أرقام نحو اليمين إذن ناقص ثلاثة في ماذا الذي بعده كانت هنا نزحزحها واحد اثنان معنى تصبح 7.3 في عشرة قوة ناقص اثنان ثم نكمل العمل نتابع جيدا أولا نبدأ بالقوة أما الأعداد يمكن لكم أن تحسبوها لأنفسكم ركزوا إذن تصبح لنا ثمانية فاصل خمسة واحد سبعة في ماذا في واحد فاصل ثمانية في سبعة فاصل ثلاثة في عشرة قوة هنا عندنا قوة كم اثنان ثم نجمع ناقص ثلاثة ناقص اثنان يذهب هذا مع هذا تصبح 98.517 في ماذا في واحد فاصل ثمانية في سبعة فاصل ثلاثة هكذا في عشرة قوة ناقص ثلاثة ثم أكمل لأنفسكم ثم العدد ماذا تجعل له اجعلوا له التقريب دائما إلى الآلة بكل بساطة يعني يمكن لكم إنجاز ذلك بالآلة الحاسبة نفس الشيء مع المثال الذي جاء بعده بكل بساطة يعني أكملوا هذه العملية بالآلة الحاسبة وقربوا دائما إلى الفوق لكن الكتابة العلمية هنا دائما قلت يجعلوا واحد قبل الفاصلة فقط واحد قبل الفاصلة ليس رقم واحد يعني عدد واحد ثم نأتي الآن إلى هذا المثال الذي جاء بعده قال مثلاً عين رطبة مقدار A مربع أولاً قبل أن نحسبها ماذا نحسب A مربع ماذا يساوي إذن A لاحظوا A مربع يصبح يساوي أن هذا مربع عندنا ماذا تقول قاعدة قوة القوة تساوي جداء القوتين معنى تصبح لأن تساوي أن 7 مربع في عشر قوة ثمانية لكل مربع تصبح كم؟ تسعة وأربعون في ماذا؟ في عشر قوة هذا في هذا قوة القوة تساوي جداء القوتين معنى تصبح قوة ستة عشر هذه مثلاً A مربع لكن هو قال رطبة مقدار رطبة مقدار معنى تصبح رطبة مقدار هذا هو ماذا؟ الكتابة العلمية أول نكتبها كتابة علمية ماذا تصبح تصبح تساوي لنا أربعة فاصل تسعة في عشر كانت الفاصلة هنا سوف نحولها إلى هنا في ماذا؟ في عشر قوة ستة عشر تصبح أربعة فاصل تسعة في ماذا؟ في عشر قوة سبعة عشر يعني قمنا بالجمع الآن ما هو رطبة مقدار هذا؟ رطبة مقدار هي خمسة في عشر قوة سبعة عشر بهذه البساطة الآن كذلك ركزوا أبنائي عندنا بي مربع نأتي الآن إلى البي مربع ها هو البي مربع أبنائي لاحظوا يعني هنا عليكم أن تتعلموا خواص القوة إذن هذا بي مربع يسوي لنا هذا العدد مربع يصبح ماذا؟ هذا مربع لهو تصبح ستة وثلاثون في عشر قوة ناقص خمسة عشر الكل لاحظوا قوة إثنان تصبح ستة وثلاثون في عشر قوة ناقص ثلاثون لماذا؟ لأن هذا يدخل على هذا يعني يضرب إذن هذه ليس الكتاب العلمية تصبح تصبح الكتاب العلمية هي ثلاثة فاصل ستة في عشر قد كانت الفاصلة هنا زحزحت إلى هنا معنى زحزحناها إلى هذا الجهة بفاصلة واحدة معنى تصبح عشر قوة واحد في عشر قوة ماذا؟ ناقص ثلاثون تصبح تساوي ثلاثة فاصل ستة في عشر قوة واحد ناقص ثلاثون وتصبح تساوي ثلاثة فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة وعشرون هذا هو الآن ما هو رتبة مقدار؟ رتبة مقدار هي أربعة في عشر قوة ناقص تسعة وعشرون لأن هذا العدد أكبر من الخمسة فقط نفس الشيء أبنائي يمكن لكم إجراء باقي A مربع بمربع بنفس الخطة لأن قد حسبنا A مربع والB مربع سوف نتحصل إذن A مربع في B مربع لاحظوا هذا الكتابة العلمية قد وجدناها رتبة مقدار الأول كم كانت إذن هو يريد رتبة المقدار كم كانت رتبة المقدار الأول رتبة المقدار الأول أبنائي كانت ركزوا هنا سوف نقوم بالA مربع قلنا الآن مربع هو تسعة وأربعون في عشر قوة ستة عشر في ماذا؟ في ركزوا في ستة وثلاثون في عشر قوة ناقص ثلاثون يمكن لو نكتب هذا في هذا أو رتبة المقدار يعني ماذا؟ نأتي برتبة المقدار الأول ونضربها في رتبة المقدار الثاني ونكمل عدد يعني مثل ما فعلنا في المثل الأول معناه ماذا؟ ماذا؟ أماذا؟ أنت ا混LET ильно عفوا في هذا عشرا في عشر قوى سبعة عشر ناقص هنا تسعة وعشرون عفوا ناقص تسعة وعشرون تصبح كم تساوي لنا أبنائي إذن تصبح عشرون لاحظوا عشرون في ماذا في ناقص اثنى عشر إذن في عشر قوى ناقص اثنى عشر لكن نتابع جيدا هذه هي رطبة المقدار مربع في بمربع بكل بساطة إن لم نكن يعني مخطئنا في الحساب فسامح هنا في هذه البساطة المطلقة قد تحدثنا اليوم عن رطبة المقدار وزوروا صفحة لي وصفحة الفيسبوك للأستاذ نوردين ليصلكم بجديدنا باستمرار ولا تنسونا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته